متابعي صحة كلينك اهلا بكم في فيديو جديد وسلسلة الفوايد الطبية للأعشاب ونباتات هنتكلم النهاردة عن الشوفان 10 فوايد و 4 اضرار لازل ناخد بالنا منهم عشان منو اعشف مشكلة مع الشوفان الشوفان هو نوع من الحبوب يستخدم بزور الشوفان في تغذية الانسان والحيوان على حد سواه الشوفان الخام غير صالح لعمل الخبز لذلك عادة ما يقدم كعصيدة مصنعة من الشوفان المتشوش او رقائق الشوفان او دقيق الشوفان او حتى بسكويت الشوفان وتعد منتجات الشوفان من الاغذية الرخيصة والمغذية مما كان له اكبر الاثر في انتشاره في الكثير من بلدان العالم والكثير يعتبر الشوفان من اهم اغذية الطاقة خلينا نقول على طول فوايد الشوفان 10 فوايد حتخليك تاكل الشوفان يوميا رقم واحد الشوفان غزاء قليل السعرات الحرارية يجعلك تشعر بالامتلاء كوب كامل من الشوفان يحتوي فقط على 130 سعر حراري مما يجعل الشوفان والرجيم اصدقاء فالشوفان يجعلك تشعر بالامتلاء والشبع لفترة اطول من باقي الطعام مما يقلل من رغباتك في تناولك لأي شيء اخر وبالتالي يخفف شعورك بالجوع ويعمل على انقاص الوزن رقم اتنين الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الالياف وهي نسبة اقل من الدهون المشبعة ونسبة عالية من البروتين رقم تلاتة الشوفان ينظم مستوى السكر في الدم ويقلل من احتمالية الاصابة بمرض السكري حيث ان الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الالياف والكربوهايدرات المركبة التي تعمل على ابطاء عملية تحويله الى سكريات بسيطة وأيضا يحتوي على نسبة عالية من أملاح المغنيسيوم مما يجعل الجسم يستفيد من سكر الجلوكوز ويرفع معدل امتصاص الإنسولين الشفان يقضي على الدهون المشبعة بدون أن يؤثر على الدهون المفيدة وأظهرت العديد من الدراسات أن الألياف الفريدة الموجودة في الشفان والتي تحتوي على خاصية التحكم في مستويات الكوليسترول المفيدة والمشبعة على حد سوا رقم 5 الشفان خالي من مادة الجلوتين وهذه المادة قد تسبب حساسية قاتلة لبعض الناس وخصوصا الأطفال مما يجعل تناول الشفان آمن ويمكن استبدال الخبز العادي بخبز الشفان لتتخلص من هذه المشكلة رقم 6 الشفان يحتوي على القشور التي تحمي من أمراض القلب والسرطان الشفان يحتوي على مضادات الأجسادة المفيدة لأمراض القلب وقد أظهرت إحدى الدراسات الأمريكية أن الشفان يحتوي على نوع من مضادات الأجسادة والذي يساعد بشكل كبير على تقليل نسبة الدهون المشبعة في الدم وهي الكوليسترول السيء والذي يقلل بالتالي من أخطار الإصابة بأمراض القلب رقم 8 الشفان بيحمي من خطر توقف القلب وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على 21 ألف شخص لمدة 19 سنة أن الرجال ممن يتناولون الحبوب الكاملة بشكل يومي أقل عرضة لتوقف القلب المباشر بنسبة 29% عن الإنسان الطبيعي والشفان يعتبر من أسهل هذه الحبوب تحضيرا رقم 9 الشفان يرفع مناعة الجسم الألياف الفريدة الموجودة في الشفان البيتاجولوتين تساعد على تعزيز نظام المناعة في الجسم لأنها تساعد على سهولة نقل المعلومة العصبية إلى موقع الالتهابات بسرعة وأيضا تعزز من قدرة جهاز المناعة من القضاء على أي نوع بكتيريا تجده في موقع الالتهابات رقم 10 وآخر فادي معنا النهاردة الشفان تعمل أزيز وشهي بجميع أشكاله وطرق تحضيره فهو من ألز الواجبات وخصوصا في وجبة الإفطار ويمكن إضافة الحليب أو الماء إليه بالإضافة إلى المكسرات والزبيب والعسل أما بالنسبة لأضرار الشفان فهم أربعة وأضرار بسيطة وحاجات ما نقدرش نقول عليها أضرار ولكن ممكن نقول عيوب طب بيعمل إيه الشفان قد يسبب الانتفاخ أو الغازات والشفان بيزود حجم البراز وبيكرر عملية الإخراج وده بيؤدي إلى الانتفاخ والغازات لفترة وجيزة بس في البداية وبعد كده بتتعود عليها لو استخدمته كل يوم عشان تحصل على العشر فوائد اللي قلناهم في أول الفيديو رقم اتنين قد يسبب الطفح الجلدي رقم تلاتة قد يحتوي على الجلوتين ورقم أربعة يعمل على إجهات الجهاز الهضمي عشان كده بننصح إن إحن نستخدم الشفان نصف كوباية بس في اليوم مش أكتر من كده عشان تقدر تحصل على الفوائد بدون ما تسبب نفسك أثار جانبية ولأن زكاة العلم تبليغه فاللايك الجميل اللي بتعمله لنا والكومنت اللي بتسيبه على الفيديو بيكون سبب في إن الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وبالتالي بتكون سبب في إن الناس تستفيد اشترك في القناة عشان فيديوهاتنا اليومية تجيلك على صفحتك الرئاسية باليوتيوب بدون ما تبحث عننا وفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيه بمجرد ما ننزل فيديو جديد على القناة واللي بننزل فيها فيديوهات يومية في العلاج بالأعشاب والطب البديل واشوفكم الفيديو الجاي في صحة كلينيك شكرا